داخل مدينة بنغازي بداية صفاء أهلا بك نعم هل تستمعين إليه؟ نعم غادة حدثينا عن آخر مستجدات مدينة بنغازي نعم لو نتحدث عن الأوضاع داخل مدينة بنغازي لعل الشق العسكري لا يحمل الكثير من التطورات فعمليات القوات المسلحة العسكرية مستمرة للقضاء على ما تبقى من مواقع الجماعات الإرهابية بمحوري القوارشة وقنفودة أيضا سلاح الجو قام بعدة طلعات جوية سندتها ضربات جوية بالتحديد في محاور غرب المدينة أيضا كانت له العديد من الضربات في بعض المناطق أو عفوا في بعض المواقع بمدينة درنة والتي تتحصن داخلها الجماعات الإرهابية وبعضها يحتوي على مخازن للأسلحة لتلك الجماعات لو نتحدث أمنيا عن مدينة بنغازي قسم النجدة اليوم بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قاموا بمداهمة أحد المنازل بمنطقة الليثي تم القبض على أحد مرويجي المخدرات بهذا المنزل تم ضبط أكثر من 15 حبة نوع مخدر بالتحديد نوع ترامدول تم ضبطه وحيازتها وإحالة المتهم إلى جهات الاختصاص أمنيا أيضا الشرطة النسائية والتي خرجت منذ الأمس في شوارع مدينة بنغازي لتفتيش على سيارات العنصر النسائي بالتحديد في شوارع المدينة تشهد مدينة بنغازي انتشار لهذا العنصر النسائي الأمني في مفترقات المدينة وأيضا في شوارعها لو نتحدث عن مدينة بنغازي بصفة عامة اليوم شهدت مدينة بنغازي احتفالا بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس الهلال الأحمر الليبي حيث خرجت مسيرة جابت شوارع المدينة أيضا قيم احتفال احتفاءا بهذه الذكرى ليس ببعيد عن الوضع العام في مدينة بنغازي بلدية بنغازي تواصل أعمالها من أعمال نظافة وأعمال صيانة ضمن الخطة التنموية للمدينة والتي كانت قد وضعتها البلدية منذ استنام العميد أحمد العريبي لمهامي في بلدية بنغازي أيضا العميد أحمد العريبي نوه بأنه لتوجد لديه صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وأن أي صفحات تخرج باسمه هي صفحات مذورة مؤكدا بأن كل الأخبار المؤكدة وكل المستجدات تخرج من بلدية بنغازي مباشرة أشكرك صفاء الحاسي كنت معنا من داخل مدينة بنغازي